هسا راح نتجع لمواضيع القواعد طبعا مواضيع القواعد مواضيع سهلة واريدك تركز ويايا اول شغلة لازم تعرف انه اكو افعال مساعدة اللي هم الاس والار والام هذني طبعا يجون الاس تجيك الاي تجي ويا الام ذني مع بعض وعندك اله والشي والات ياخذون الاس وعندك الوي واليو والذي ياخذون الار خلينا فهمك شون تجي بالامتحان يعني مثلا قال لك هي وطاكنا اختيارات قل لك is لو ام انت تختار is لانا مفرد مثلا قال لك علي علي وقل لك هنا is لو ار تقول لها is تذكر لما انا اخذنا مواضيع المفرد والجمع اذا ما شايفه لازم ترجع تشوفه يعني مثلا عندي كلمة pen هاي قلم اوكي كلمة pen هاي قلم قلم يعني مفرد pens يعني جمع الان لو اجيت على كلمة pen قلت لك is لو ار تقول لي اكيد اكيد تقول لي is لانها مفرد طيب لو اجينا وقلنا كلمة pens اللي هي صارت جمع فها هتقول لي اختار الار اذا قال لك مثلا كلمة teeth اللي هي معناها اسنان هي صارت جمع فراح اقول لي انا اختار الار فهذا هو معنى الاس والار والام فاريدك تركز لي علي مهم جدا وراح يجيك بالامتح عندنا كذلك موضوعين البت والاند كلمة بات طبعا كلمة بات معناها لكن بات معناها لكن والاند معناها و اند معناها و البت معناها لكن حلو عفوا خليك ويايا حتى افهمك اكثر طيب اذا بات معناها لكن اند معناها و اند هذي الاند هذي الاند معناها و والبت هنا معناها لكن حلو خليك ويايا الاند الاند تجوية جملة متشابهة خصوصا لما تلقى كلمة تو لما تلقى كلمة تو تو طبعا معناها ايضا يعني هاي اكو تشاوه والجملة مثلا يقول لك مثلا انجليزي وفرنسي هذان اللغات اثنين تشي متشابه استخدم الاند وراح ناخذ تمارين هسا عليهم البت يعني فتشي نقول احنا علي معناها لكن تجي كوية الجملة المتعاكسة جملتان ومختلفتان متعاكستان مثل عندك don't can't يعني فتشي يعني مثلا نقول i play football but she can't اذا هنا لا لا اذا يعني جملتان مختلفات وسرح ناخذ عليها تدريبات طيب اريدك تعرف لي ايضا زمن المضارع البسيط طبعا احنا هنا اذا كان الفاعل مفرد اذا كان الفاعل he أو she أو it نضيف اس للفاعل واذا كان الفاعل we أو you أو they أو i منضيف للفعل يبقى الفعل مجرد ادري بيك ما فتهم تخليك وياي طيب زي لا عندك هذا الجملة الآن هي معناها هو طيب قال لك play يلعب play معناها يلعب ونطاك اختيار ثاني play قال لك play play place هاي الجملة هنا هذا هي مو مفرد اختار أم place هذا ما لا علاقة بموضوع الجمعة تروح تربط لو اذاك الجمعة ما لا علاقة هلا من يكون الفاعل هو he مفرد اقول place ليش قلنا place s لان الفاعل هي مفرد زي اذا قلت we نحن ما اضيف للفعل ايش يبقى الفعل مثل مثل مثال اخر مثلا قال علي علي مفرد لو جمع لا علي مفرد اذا اقول place اذا اختيار صحيح هنا رح يصير play اذا اختار play place اختار place لان علي مفرد اذا كان ذي هنا مثلا عندي ذي هاكل من ذي هنا ما رح اختار رح يبقى الفعل مجرد اختار play اذا الحل الصحيح سيكون play ايضا عندك هنا هي والشي واللي تأخذون الدز مثل ما علمتك من عندي مثلا اجانب الامتحان قال لي هي وقال هنا دو لو دز طيب قال لي هي دو لو دز من شفت هي مفرد رح اقول لها دز رح اختار هنا دز فاذا الاختيار هنا رح يكون دز لي اش لانه مفرد اذا كان عندي و او 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 ذي فراح اختار دو بالاختيارات هذا الموضوع يجيين بس اختار مثلا انا جانب الامتحان هاي الكلمة ذي ذي معناها هم اللي هي جمع ذي معناها هم اللي هي جمع فراح اقول دو راح اقول الاختيار الصحيح هو دو ليش اختار انا دو لان ذي تجي ويا الجمع هاي وان يشوف هاي الذي تجي كويا دو وهذا هو الموضوع شوف شلون يجيك هذا هو الموضوع شوف شلون يجيك فاردك تركز لعلي هسا انا منتجت ناس مثل هاي الجملة انا لو جيت وليقيت بالامتحان كاتب لي هو بالسؤال كاتب لي شي منقال لي شي اذا هاي مفرد فراح اقول لي دز اختار لاني دز لما قال لي ذي هاي جمع فراح اختار لاني دو فراح اختار لاني دو لان اجمع طيب ناخذ ايضا مثال موضوع اخر اليوم عدنا ايضا موضوع المضارع المستمر مضارع المستمر يعني مستمر بالقيام بي يعني مثلا ايام استدين انا ادلس ايام اشرب بيبسي ايام اشرب ملك ولا اخر طيب الان طبعا القاعدة مالة الفعل يعني الاي الاي ياخذ الام الاي دائما الاي ياخذ الام وورا الام فعل باي انج ودائما هاي ثابت شوف يقول اي اي ام بلاي ناو طيب من نشوف ناو لازم تختار الفعل او الاي انج اعيد وكرر اذا لقينا الناو الان لازم اختار الفعل او الاي انج اذا لقيت الناو تدور على الفعل اللي ان هذا مضارع مستمر الناو يعني الان يعني معناها هذا مستمر هسه يعني مثلا اجاك هنال سؤال اجاك هنال سؤال قل لك I am playing هذا الاختيار لا لا play لا play هذا السؤال هي تجيك بالامتحان قل لك I am playing لا I play اثنين قطة صحيحات شون رح عارف الحل من الناو الناو هي المستمر او ال-ing اذا رح تختار هذا او ال-ing ليش اختارينا هذا او ال-ing لانه عندي ناو معناها الان ركز له ايضا على هذا الموضوع الثاني ركز لهذا ايضا على الموضوع الثاني مهم جدا هنا اختارينا i-ing لان عندي ناو عندك ال-have وال-halls طبعا ال-have وال-halls مهمات موضوعا بسيط كلش ايضا يجن اختيارات بالامتحان ايضا يجنك اختيارات طيب شون يجنك بالامتحان خليني اشوفك طيب الان لو اجدتك جملة لو اجدتك جملة بالامتحان مثلا على سبيل المثال قل لك وي وي قل لك هنا have لو has مباشرة انت تقل له we have لانه لانه ال-we جمع وتاخذ ال-have اما اذا كان عندك he او شي او يعني جماعة المفرد بدون ما اتفكر كذلك مباشرة انتخلي تخلي has مثلا قل لي he بداله قل لي علي ما هو العلي مفرد علي مفرد او قل لي مثلا ماهر قل لي نور قل لي نورة نورة قل لي هنا has low have بدون ما افكر اجي اقول لي الاختيار الصحيح هو has لانها مفرد لانها مفرد فاجي راح اختار has ليش لانها مفرد فاريدك تركز لي على هذا الموضوع كذلك كذلك عندنا موضوع اخر وهو ال-was و-where هذا ايضا يحكي عن المفرد والجمع ايضا يعني اذا كان ال-he او شي او it اخذ ال-was مثلا علي احمد نور هذا اسم مفرد اذا كان جمع we you they اقول و-where طيب سمثلا عندك كلمة car تعتبر مفرد لان ما بيهأس car سيارة cars سيارات فراح اقول له was طيب ليش اختار هنا was ما هو قيل لك الكار وحده ثاني قيل لك cars طبعا كلمة cars يعني سيارات طيب طالما عندي cars هنا يعني مجموعة سياراتنا معاني ما راح اقول لاني اقول له where ليش لان ال-where تجوية جمع طيب اذا جاي بل-we هم اختار نفس الشي اذا قايل لي they where نفس الشي بس هذا هو الموضوع طيب ايضا عدنا موضوع وهو شرح موقع الصفة اللي هو مكان الصفة بالانجليزي الصفة تجي قبل الاسم الصفة تجي قبل الموصوف هسا انا مو عندي boy ولد وعندي book كتاب يقول short boy يعني ولد قصير يعني مو يقول قصير ولد لا read book يعني كتاب احمر شوف اهام يعني شوف خلينا نطيك مثال اخر خلينا نطيك مثال اخر باو على هذا المثال شوف شوف لهذا المثال مثلا على سبيل المثال انطاني بالامتحان مثلا جاني السؤال قال i need i need a small pen a small pen لو لو قل لي i need i need طيب small pen لو pen small طيب الان من هي الصفة الصفة small صغير حلو والاسم هو القلم احنا ذكرنا الاسم يجي قبل الصفة الصفة تأتي قبل الاسم يعني راح اختار small pen هذا الاختيار اختار ليش لان كلمة small اجتني قبل الصفة فقال لي يعني قلم صغير يعني صغير قلم هذا الصح اما اذا قلت قلم صغير هذا هذه غلط هذه غلط اختار هذه ليش اختارنا لان الصفة تأتي قبل الموصوف يعني انا لو اريدت اقول بالانجليزي مثلا يعني اريد اقول كتاب كبير اقول big book باوع يعني ما اقول book book big لا اقول big book شوف فهذا هو الانجليزي هيش نظام طيب موضوعنا الاخر وهو طبعا افعال الناقصة عندك هذه الافعال الناقصة الكن طبعا تجيك يعني بمعنى يستطيع ويجي دائما وراها فعل مجرد الكود والشود هذا اني كل واحد الى استخدامه وذني دائما يعني يستخدمه للنصيحة ودائما يجي وراها انفعل مجرد ها سنت تقول لي شنو يعني انفعل مجرد انا ما عارف ولا يهمك ها سأنا اشرح لك الان لو اجينا على كلمة اي كن انا استطيع قال لك بلاي لو بلاينج حلو الان قال لك الى بلاي لو لبلاينج يا هي المجرد الى بلاي البلاي هي المجرد لان فعل ما بياضافة اما اول اي انجي فهذا اول اي انجي ما يصير استخدمه ليش لان الكن هاي الكن يجي وراها فعل مجرد كذلك الكود وشود كل هذا الني دائما يجي وراها فعل مجرد هاي قاعدة طبعا الشود تستخدم للنصيحة لما تريد تنطي نصيحة المصد تستخدم ويا الاجبار اريد ان تحفظ لي ذني واخر شي بقد عدنا اسماء الاشارة this يعني ويا المفرد تجيك ال is وياها مثلا this is و that is وهنا this تجي وياها ال r جمع وال those تجي وياها ال where طيب مثال عليها شون تجي بالامتحان مثلا قال لك there مثلا there وانطاك هنا اختيارات قل لك يا با ال r low is انت من شفت ال there اهاي ال there تجي وياها جمع فانا رح اختار ال r انا رح اختار ال r طبعا نفس الحالة لو كنت عندي those نفس الحالة اذا كان عندي هنا this مثلا this اللي هي معناها هذا this مباشرة اذا اجان مثلا قل لي are are low is بدون ما افكر من عندي this اقول is خلينا نحل الاسئلة الوزارية اللي جاية على هذا الموضوع دائما اللي بالاحمر هو الجواب واللي بالاخضر هو مفتاح الحل السؤال الاول يقول الكيز من قال لي is هاي جمع اقول لها are بدون تفكير طيب ثانيا نقيل لك i الآي الضمار العكاسية الآي تاخذ my myself نشوف i طبعا i انا يعني مفتاح الحل هو i انا فاقول لها myself i myself h لان الآي يجوي myself himself تاخذ he يعني لو قيل اللي he هو كان قلت ال a himself بس هنا قيل i ال a تاخذ myself نجي على الجملة الثانية الجملة الثانية قيل لي and and lo but انت من تريد تحل هذا السؤال خلينا علمك على طريقة بالوزارة يعني انا من جيت على هاي الاختيارات ضدت لكم هاي فالشغلة هسأ اشترح لكم يا عندي كلمة and lo but انا اعرف انه ال and تجوي الجملة المتشابهة و but تجوي الجملة المختلفة حلو ابوة على الجملة ادور حل اجاني هنا قيل لي to to يعني ايضا اذا هاي جملة متشابهة فراح اختار and مفتاح الحل هو to قبل لاحل لكم الجملة رقم 4 اريد اشرح لكم حروف الجر حروف الجر عندك كلمة in in كلمة in وعدنا كلمة on وعدنا كلمة at هذن ثلاث حروف جر كلمة in in تستخدم مع الكلمات الداخلية يعني ايش مثلا ايش يعني مثلا in hospital بالمستشفى in the office بالمكتب i sewalf و كذلك تستخدم مع الاشهر وفصول السنة الاشهر والفصول طيب والسنة السنوات سنة 2007 2003 هذي ال in مع القراء بالعراق بآسيا هذي كلتها أستخدم مياها in كلهن ذني أستخدم in in january in summer هذني دائما أستخدم مياهن ال in حلو طيب سرح نجعل ايمن رح نجعل ال on ال on تستخدم مع الكلمات السطحية مثلا على الطريق على البلدينج على البناية on the far on farm على المزرعة هيتش كذلك تستخدم مع أيام الأسبوع on sunday on monday هذي كلنا أستخدم مياهن on on sunday on monday هذي كلنا أستخدم مياهن ال on وكذلك عند ال at ال at تستخدم مع كلمة home و school إذا شفت بالامتحان كلمة يعني home أو شفت كلمة school تجي تختار at وآخر شي عندك الساعة أيضا ال at تستخدم مع الساعة يعني مثلا أقول at 8 o'clock في الساعة الثامنة في الساعة الخامسة وإلى آخر فلو إجينا على هنا هو من قال لي 2007 إذن هاي السنة قبل أن أختار n أنا أختار قبل n طيب خمسة يقول my father فاذر يعني أبي أزلم الأمر لا أزلم طبعا هي ما هو أزلم حلو الجملة اللي بعدها قال we leave low leaves we leave low leaves طيب الآن قال we we نحن leave low leaves طيب شو رح أروف الحل هذا موضوع قبل شوية شرحته قلنا إذا عندي هاي إذا عندي هاي الهي أقول place إذا كان عندي جمع فما راح أضيف أي شي يبقى الفعل بدون إضافة هو قيل we نحن إذا أنا عندي نحن فأقول leave بدون أي فعل لأن we جمع السؤال اللي بعده choose من قال choose معناها اختار my father father يعني أب father هو is father 1 راح أقول is is طبعا أنا قاعد أضيف ملاحظات حتى أوضح لكم حتى مرات أعيد الملاحظات حتى أوضح لكم طيب الآن عندي هنا ضمائرة النعكاسية عندي هنا ضمائرة النعكاسية طبعا الفاذر مفرد قلنا is حلو لو كان جمع لو قل we نحن وشا قلنا are يقول I أنا cut myself I أنا تاخذ myself لو قايل we we نحن شان قلت ourselves بس هو قايل أنا هاي الضمار العكاسية وإحنا أخذناها نجعل هذا الموضوع يقول my sister is on لأ i t شنو يعني اي لو an خلينا أقول لك طبعا كلمة حرف ال يجي مع كلمة تبدأ بحرف عادي ال a يجوي حرف العادي ال an تجوي الكلمة التي تبدأ بحرف العلة إذا لقيت كلمة بادية بحرف علة وحدة منها ذني راح أقول هذا هذا an نجهنا طبعا هذا خلينا ننطيكم لون مميز إلى على من تعرفون ه هذه an أنا جيت على هاي الجملة هاي الجملة عندي i i t i حرف علة فلذلك ليش اختار أنا an لأن عندي حرف علة لو ما عندي حرف علة يعني مثلا عندي فقط t شان قلت a طيب سؤال الرابع how many brothers brothers جمع لا مفرد لا جمع اختار do خلينا ذكركم بالموضوع تعالي على هذا الموضوع احنا مو قلنا المفرد هاي والشي والإت هذن جماعة المفرد نختار الهندس وهذا من جماعة الجمع مثلا we they مثلا اي كلمة جمع اختار الها do هو قائل brothers يعني كلمة brothers هي جمع اخوان فرح اقول do السؤال الخامس قائل she has two young brothers هي اخوانيا brothers اخوانيا اثنين two اذن هاي جمع قائل هي لو they لا اقول they ليش قدت لذي لان brothers اخوان السؤال السادس قائل i don't i don't وإحنا ذكرنا موضوع and and جملة متشابهة but جملة مختلفة هو من قائل don't يعني لا مفتاح الهل هو don't يعني معناها هاي جملة من فيه اذا هذن جملة مختلفة متعاكستان فاقول but لكن نجي على السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده طبعا هنا ايضا قائل choose معناها اختيار طيب عدنا هنا قائل اللي كان لو could خلينا نراجع اصلا هو شنو موضوع الكن وال could طيب الكن قلنا هاي فعل يعني يجي وراها فعل مجرد وتعني يستطيع وقلنا could تجوية الماضي بمعنى استطاعه بمعنى استطاعه طيب بمعنى كان يعني بالماضي هاي الwas ورد بمعنى للماضي طيب ولا تنسى ان الكود هي الماضي خليك اجيت على هاي الجملة الكود اجي وراها فعل مجرد انا هاي ما لعلاقة بيه اجي هو قيل لو الواز احنا مقلنا للماضي حلو اذا انا اش راح اقول كود لان الواز تجوية الماضي السؤال اللي بعده من نشوف كلمة now الان تختار الفعل اللي ب ing فراح اقول flying ليش قلنا flying لان now تستخدم ويا المستمر اللي هي معناها الان السؤال الثالث قيل i is لو am لا الـ تاخذ الام هاي ثابته حلو السؤال الرابع قيل الش usually work low works هاي مي قدامك قلنا اذا كان الفاعل مفرد he او she او it اضيف s للفعل فراح اقول he works she works علي works فهو ش مفرد فرازم اختار s الشخص الثالث اقول works she هاي قدامك اله والش وال ات ياخذن ال s الجملة اللي بعدها طيب الجملة اللي بعدها قيل is لو are ادور على مفتاح الحل باوعت على قبلها قيل how much ما لقيت الحل باوعت هنا لقيت they if they ويا من تستخدم استخدم ويا جمع الthey تاخذ the r فراح اختار the r مفتاح الحل هو they الجملة السادسة طبعا كلمة next to معناها بجوار between يعني بينه طيب عندي بنك يعني بين البنك لو بجوار البنك لا بجوار البنك next to the bank حفظوها حفظ هاي الجملة كلش مهمة وممكن تجوز علي السؤال الرابع قال لي this this are من قال لي are احنا ذكرنا ان this تاخذ we are قبل شوي شرحناها الجملة اللي بعدها قال لي my sister and I يعني انا واختي صرنا جمع لا مفرد لا صرنا جمع راح اقول we معناها نحن the it معناها غير العاقل يعني we we must have a secret passport for the email هنا يقول احنا لازم لو مو لازم طبعا هنا يعني من اشوف كلمة secret password يعني password يعني كلمة السر هاي طبعا تعتمد على المعنى واني بدون ما افكر اقول we must يعني احنا لازم عدنا password سري يعني ال password مريدنا يصير سري هاي احفظ هاي واذا ما عرف تتحل لا تنس انت عندك ترك انت عندك ترك هاي ست نقاط هاي جملة اجي وكتب قدامها ترك ما احتاج عوف لا اقرأ ليش انا اصلا عندي ترك الجملة اللي وراها قدام لأ انا اعرف ان الان جملتين مت شبهات وال but جملتين مختلفات اباوع لقيت not don't can't يعني لا يعني معناها لا اذا هذن جملتين مختلفات فراح اقول but رقم خمسة قيل my cats القطة عاقل لو غير عاقل غير عاقل جماد راح اقول itself themself الكات هي قطة وقطة غير عاقل فراح اقول itself لو قيل مثلا we نحن لو قيل they كان قلت themself شوف احنا هذا الموضوع على الاس ايضا قيل my brother and i يعني انا واخوية احنا صرنا جمع walk لو walks لا اقول walk ما يصير احط اس للفعل لان الفاعل مو مفرد انا واخوية صرنا اثنين السؤال اللي بعده قيل لكتن colorful لو colorful kitten قبل شوية قلنا الصفة تجي قبل الموصوف الصفة تجي قبل الموصوف فها لا تفكر بيها مباشرة تقلي الحل الصحيح اللي راح يصير لهاي الجملة اقول لها colorful kitten red book كتاب احمر ما يصير اقول book red لا colorful kitten يعني قطن ملون الجملة الثانية how many cousins do load cousins هاي اس مجموعة بعدين هنا عندي have have للجمع الي للجمع الي الي مو عندي الي مو جمع انتم فراح اختار لها الجملة الثالثة يقول انا عندي المعدة you should lo shouldn't eat so much cake لازم تاكل لو لازم ما تاكل لأ اقول shouldn't استاذ انا ما عارف عادي انت عندك 6 نقاط ترك ترك النقطة الرابعة يقول i have two lo two friends يا هي من عدهم كلمة معناها اثنية هاي معناها اثنية لو هاي لأ السؤال اللي بعده من لقيت two يعني في شيء متشابه اقول and قيل لبطل and اقول and 6 my brother يعني معناها اخوية من شفت my brother قيل he lo it he likes cooking يعني هو يحب الطبخ ما انا قاعد عشان اخوية فاقول he ليش ما حشيت عن it انا قاعد عشان اخوية my brother من شفت كلمة my brother اقول he وما اقول he لغير العاقل مثل كه تقط الجملة اللي بعدها عندك today معناها اليوم اقول today is it is ليش ما قلنا الواز الواز معناها ماضي ويا الماضي عندك فتشي يدل على الماضي لا ما عندي فتشي يدل على الماضي الثاني قاعد لزينب زينب مفرد فاقول lives اضيف s قلنا i have lo has قلنا i ياخذ ال have اللي وراها قيل he am lo can الام تجوية i طالما عندي he ما يصير اضع اضع اصلا فراح اجي اختار can خمسة i'd like to take lo taking لا take ليش لما عندك now لقيت now هنا بالجملة لأ ما لقيت لأن now taking تجي let's play low playing كلمة let's دائما يجي وراها فعل مجرد اكتب هنا ملاحظة let us my we let us هذا اللي بالاخضر هاي دائما يجي وراها فعل ما بإضافة تريد انطيك ملاحظة سهلة عندك now هنا عندك now لا ما عندي now اذا ما رح اختار ام ing لأن فقط اختار ام ing وها ن قيل الشي الشي مفرد تاخذ الهاز قيل i want to play لو to play i want to play ما يصر قل to play to play to play لا i can لو i am play i can لو i am play هنا اش راح اخدا طيب انا اش قلت لك على الكن يجي وراها فعل bing هنا هذا الكن عفوا يجي وراها فعل مجرد فراح اقول i play i can play يعني انا استطيع ان الععب ليش لان الكن الكن هذي الكن دائما الكن يجي وراها فعل ما بي ing ما بي كل ما بي اي اضاف ف i can play i can play هاي جملة i can play اصلا انا كنت بالكيها هنا شوف جاي وزاري i can play شوف i can play شوف شوف اصلا عندك i like هنا هاي حالة شاذة اريدك تحفظ لياها like دائما ياخذ ورا فعل bing لما تجي like دائما نحط لها فعل bing i like take لو taking لا taking هاي الحالة الوحيدة بس اريدك تعرف لي انه كلمة like تاخذ ورا فعل bing فقط رقم خمسة there is لو r 10 10 معناها عشرة بدون تفكير وتقول لي r بدون تفكير وتقول لي r ولا تنسى انت عندك ترك لا تنسى انت عندك ترك هنا عندك هذا she is wearing a white denim ليش اختارينها هاي لأن الصفة تأتي قبل المنصوب يعني قماش أبيض these or this shirts shirts هي ملابس يعني مجموعة فراح اقول these لأن these تجوية جمع hospital مستشفى هنا in hospital يعني hospital تأخذ in ركز على الملاحقة إذا أنت غلطت وخليت at لازم تقول in لأن in big hospital لأن in تجوية فتش داخلي بالمستشفى فتش داخلي طيب هنا عندك I want to be teacher فضل هذا ملاحقة يعني فالتركيب كامل يعني I want to be أنا أريد أن أكون هاي تيجي مع بعض I want to be أريد أن أكون فضل إياها خمسة عندك two ذكرت لك إذا عندك two تختار الآن لأن فتش متشابه لأن فتش متش متش ولا تنسى عندك ترك الشيء اللي أنت ما تعرف تقدر تترك هنا قل لك at low in home ما متأكد من الحل خلينا نرجع آن شوف هنا قلت لك at تجوية home ويا school فلا تنسى هذا حفظ مهمات ويجنك بالامتحان هاي الملاحظات كلش مهمة إذن at home في المنزل طيب هنا عندك didn't يعني لا أختار but لأن but تجوية جملتين مختلفات shirts ملابس يعني مجموعات فأقول لذيس عندك R جمع يعني أقول لذيس this تجوية ما عندي أربع يقول I love in بصرة البصرة عاقل لو غير عاقل لا غير عاقل اختار لأ ات طيب هنا عندي a لو ان انجينير قلت لك إذا بادي بحرف علة تختار ان إذا بادي بحرف صحيح إذا بادي بحرف صحيح تختار لها ا فهنا عندي e ال e حرف علة فرح أقول لها ان انجي بدون تفكر بدون تفكر